الفيفا يمنح الارجنتين والمغرب التقدير الاعلى في كأس العالم قطر 2022 مدري بوتشيسي وجه رسالة عاجلة الى حكيم زياش بالسبب ما فعله مع المنتخب المغربي العادل رمي الفيفا ظلم الحرس بونو وجامل اكبر وغد في العالم والان الى التفاصيل ولكن من قبله بس تكون اول واحد كتتوصل بجديد الاخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر اعجاب واشتراك وتفعيل الجرس الفيفا يمنح الارجنتين والمغرب التقدير الاعلى في كأس العالم قطر 2022 كشف الاتحاد الدولي لكورة القدم فيفا عن المنتخبات صاحبة التقدير الاعلى في كأس العالم قطر 2022 ليمنح الارجنتين والمغرب تقدير ممتاز وتوجى المنتخب الارجنتيني بلقب كأس العالم عقب فوزه في النهائية الذي دار على ارضية استادلوسيل على المنتخب الفرنسي بركلة الترجيح بعد نهاية المباراة في وقتها الاصل والاضافية بالتعادل الايجابي بثلاث اهداف لمثلها في المقابل خضاء صدو الاطس مواجهة تاريخية في كأس العالم في قطر حيث تصدر مجموعاتهم السادسة بعد تعادلهم مع كرواتيا بدون اهداف قبل ان ينتصروا على بلجيكا بهدفين دونرد ثم على كندا بهدفين لوحد وكانت بداية المفاجآت المدوية عندما اطح المنتخب المغرب باسبانيا من الضور ثمن نهائي بركلة الترجيح بثلاثة لسفر بعد التعادل بدون اهداف في الوقتين الاصل والاضافية ثم الفوز المبهر على البرتغال بهدفين دونرد في ربع نهائي وفي نصف النهائي تفوق المنتخب الفرنسي على المغرب بهدفين دونرد لتنتهي مشاركة المنتخب المغربي التاريخي بحصولها على المركز الرابع عقب خسرته بهدفين لوحد على كرواتيا مدرب تشيلسي يوجه رسالة عاجلة الى حكيم زياش بسبب ما فعله مع المنتخب المغربي قدم غراهام بوتر مدرب فريق تشيلسي الانجليزي لكرة القدم نصيحة الى الدولية المغربي حكيم زياش عقب عودته من كأس العالم التي شارك فيها رفقة المنتخب الوطني وقال مدرب تشيلسي ان كل مكونات النادي سعداء بالمسة والذي ظهر به حكيم زياش مع المنتخب في نهائية كأس العالم قطر الفين واثنين وعشرين وقال المدرب المذكور في تصرح صعفية انه كان دائما الاتصال به طيلة مدة المونديال وشدد المدرب غراهام بوتر ان وضع اللاعب المغربي في النادي لا يختلف عن وضع الكثير من اللاعبين في الفريق الذين يبحثون بدورهم عن فرصتهم واشار المدرب بوتر الى ان كل مكونات النادي يحبون النجم زياش وقال لقد تحدثت الى حكيم لانه يوجد دائما لاعبون ليسوا في التشكلة الاساسية وعليهم التحلي بالصبر وقرر المدرب بوتر منح اللاعبين الدوليين وفي مقدمتهم زياش وكوفازيتش عطلة لمدة اسبوع نظير المجهود البدني الكبير الذي قدموه مع منتخبتهم في مونديال قطر وذلك من اجل منحهم الراحة حتى يسترجع انفسهما وعفى المدرب المشار اليها كل من زياش وكوفازيتش من خوض مباراة بورنموت المقرر يمثلت المقبل في اطار فعالية الدور الانجليزية يذكر ان فريق ميلانا الايطالي يسعى لضم زياش خلال المركات الشتوى المقبل عادل رامي الفيفا ظلم الحارس بونو وجامل اكبر واغد في العالم يرى عادل رامي لعب منتخب فرنسا الحائز على كأس العالم 2018 ان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ظلم حارس المنتخب المغربي ياسم بونو في جائزة افضل حارس في المونديال الاخير معتبرا ان الفيفا جامل حارس الارجنتين ايميليانو مارتينيز الذي وصفه باكبر واغد في العالم واستفز ايميليانو مارتينيز الفرنسي منذ نهاية المباراة الختامية لكأس العالم سواء باحتفاله المسير للجدل بعد حصوله على جائزة القفازي الذهبية او حتى باحتفالة الفوز بالكأس واشارته المستمرة لكليان بابي النجم فرنسا وكتب عادل رامي لعب تروى الفرنسي الحالي عبر انستغرام على صورة مارتينيز اكبر واغد في العالم اكتر لاعب ماكروهين في العالم حاليا ووصل لقد ارعبهم بابي الى درجة ان الارجنتينيين احتفلوا بالفوز على فرنسا اكتر من احتفالهم بالحصول على كأس العالم وختم رامي بصورة ياسين بونو حرس المنتخب المغربي وارفقها بعبارة هذا هو القفاز الذهبية الحقيقية وكان مارتينيز قد فسر احتفاله الجدلية عقب الفوز بالبطولة بقوله انه رد على استفزازات الجماهير الفرنسية مساعد ديشون يكشف تفاصيل حيلة استخدمها المدرب الفرنسي لهزم المنتخب المغربي كشف جايس سيفان مساعد مدرب المنتخب الفرنسي دي ديشون تفاصيل غريبة حول مباراة نصف نهاي كأس العالم امام المغرب وحسب ما نقلت عنول باريزيان فان ديشون اعد حيلة عبقرية لتهديئة اللاعبين بسبب الحضور الهائل للجمهور المغربية والذي اعتبره نقطة قوة بالنسبة لأصود الأطلس وذكر مساعد ديشون ان الأخير اعد خطة قبل أيام من المباراة بمساعدة فريق تحليل الفيديو تقضي باطلاق موسيقى تمثل تشجيعات الجماهير المغربية بصوت مرتفع داخل مأقر إقامة الفريق الفرنسي وبالفعل وصبحت يوم الرابع عشر من دجمبر أي يوم المباراة اطلق ديديشون مقطع الصوت للجماهير المغربية مدة خمس دقائق داخل فندوق الإقامة بعد استيقاض لاعبين من النوم لتحفيزين بابي وزملائه وليخوضوا المباراة الحاسمة دون ان يزعجهم او يخفهم ضجج الجمهور المغربية الضخمة وذكر مساعد ديشون ان الخطة نجحت بالفعل وذلك ظهر حينما فتح المنتخب الفرنسي التسجيل في وقت مبكر من طرف تيو هرنانديز وهو ما قلل نوعا ما من ضجيج وتشجيعات الجمهور المغربية ليبدأ ديك في البحث عن أهداف أخرى ورغم ذلك فإن مساعد ديشون المقرب منه جدا أشهد بالمستوى الذي قدمه المنتخب المغربي في المونديال حيث قال أنه كان فريقا هائلا حتى اللحظة الأخيرة ولم يتفاجأ بمسيرته وكان يستحق أكبر قادر من الاحترام تفاصيل اجتياح قميس بوفال ووالدته للسوق الاندونسي علق سعد الدين العثمان رئيس الحكومة السابق والأمين العام لحزب العدل والتنمية في منشور له على صفحة الرسمية بالفيسبوك على أن قميس رقصة بوفال ووالدتها يعرض في اندونسيا وأضاف العثمان أن الصورة تظهر لعب المنتخب المغربي سوفيان بوفال مع والدتها على أرضية الملعب خلال كأس العالم قطر 2022 موردا أن الكلمات المكتوبة على القميس باللغة الاندونسية تعني نحن لسنا عظماء لكن دعوة أمهاتنا قوية ويشار إلى أنه قامت إحدى شركة الملابس الجاهزة باندونسيا بطرح قمسان عليها صورة لعب المنتخب المغربي سوفيان بوفال وهو يحتفل مع والدتها على أرضية الملعب خلال موندي القطر 2022 وقد بدأ بالفعل ببيع هذا القميس في الأسواق باندونسيا بحيث لقت هذه المبادرة استحسانا من طرف مشجعها المنتخب الوطني سواء داخل أرض الوطن أو خارجها